قبل ما نبدأ صلى عن نبي وقصتنا النهاردة عن شابه يسمه مكتئب بيتقابل مع دكتوره وتخليه ينسى ذكريته السيئة واللي بيكتشف انها حبه الاول فيترع يتعرفه ولا لا ده لنعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في قناة زميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب وشير ويضا نبدأ الجزء بيبدأ مع انقص جيون وشين لجون بعد موقف حميم السباحة وبيعرف يفوقه بس أنا بيعد الوقت وبيفوق وبيتخيل ان جيون هي اللي معاه وبيتصدم النسان هي اللي موجودة علشان وبي يساعدها لأبوها وبيتكون بتعامله بشكل كويس جدا بس هو بيكون عاوز لأجي جيون اللي بتعرف انها مشغولة وانها عارفة انه تعبان وعايزة ارتاح بس سام بتكرر تكون معاه وتتمي بيه بشكل مضحك في كل شوية فنروح للجيون اللي بتوقع القبا وبيتكون اعصابها سايبة واماها بتكون مستغربة منها جدا ومش عايزة انها تعمل اي حاجة كعادتها بما انها كاك كده من زمان وبتتغرب من سؤال امها انها مش هتروح العمل وبتروح تيجري عشان تساعد في اعمال البيت وبتكون مستنية رنسان عليها عشان تطمنها على الجيون فنروح لهان اللي بيوصل وبيشوف صونغ وبيفطير كلامها وبيكرر يروح ليها وعاوز يعرف وهم يروحوا فين وبيفضل يتكلم على انه راجل عجوز ومش مسموح لين يكون مع الشباب اللي زيهم وبيكون مستغربين كتير فنروح للجيون اللي بيكون حلاوة وبتخليه برب اكتر من شكل عشان حمه تروح وبتتصدم انه بردان كتير وحرفيا بيكون متلج وبيتروح تشغل الدفاية وبتتعامل معه شكل غريب جدا ومش عارفة الصرف ازاي وتعبان كده وبتقس حرارته كل شوية اصلا وبتروح تعمل الطعام حسب وصفة جيون وبتكون فرحانة هي بتبخ وبتكرت رن عليها وبتكون فرحانة وبتعرفها في انها تتمي بيه من كل حاجة وبتطمونها عليه بس هو بيقرر يطلع بمنها كانت بتكلم جيون وفصنا بتكون بتكلم معه بيطلع وبتكون شايفة في النسان هبت النهاردة معاه وبتروح للعمل بكرة وفجأة بتيفل معاه لما هو بيطلع اصلا بل لما شن بيرن علي الجيون مش بترد عليه خالص وبتتجهله كمان ولو بيكون بيتدرب وبيشوف ده وفجأة انغي بيبعت له صورة وبيعرفوا اني في شخص بعت له الصورة وبيبتزوا علشان شايفوا عند نار الهان وبيفكروا ان ممكن الشخص ده واللي ازى جون وقر يحقق اكتر ويجيب له معلومات ده فنروح لهيون وهي مستغربة انه بيبص الفون على طول بس بتشوفه الكتب ده واللي بتكون خاصة بجون اصلا واللي كانت في الشنطة بتاعته واللي كانت يفهم ذكراته وبتكرر تكرر كل اللي كابه واللي هان قال له ان يكتب اللي عايزه عشان يخفف تعب ايده ويبقى تخيل زمان وقتما كان بينصحه كتيرة وبيبها بيها وان في كل مكان بيروح فيه وحتى في الجيش كان بتخيل وجوده مع البنت حبه الاول وحتى يومعد ميلاده وهو نفس يومعد ميلاد شن وكان الكل بيتم بشن وبيسيبوه وبيتمنى ان حبه الاول ده ييتم بها على طول وتفضل معاه وما تسيبوه ابدا وبيأثر فيها وهو اصلا بيكون بيفكر فا بالفعل بس بيعمل نفسه نايم او المسان بتدخله وبتطمن علىه نايم وبتركز فيه وفجأة وبيفوق بيخضه على طول وبتكون مش عارف وفاق كده ليه وعاوز تتصل بالجيون عشان يكلمها وبيتحجج باي حاجة عشان تعرف ترنى على الجيون وبيكرر يعمل ده بالفعل وبيرنى عليها بس مش بترد وبيستغربها انها مش بترد عليه وبترنى عليها وبترد بالفعل وجون بيزعل علشان حتى مردتش عليه عن انها تشغل التفي وبيكرر يكلمها وبيتتأثر وبتعرف انها مشغولة علشان يمع اون وعايزها يسمع كلام سان علشان يبتتم بيه طيبة جدا وبيكون شايف انه بقى كده بفضلها وعاوز انها تكون معاه بس بتيفل معه في الكلام ويه حزنة جدا وبتحاول تبدع عنه واتقربه من حبه الاول فعلا اللي هي سان وبتفكر كل الحاجات والمواقف اللي حصلت بينهم وانه كان بيتم بيها وعارف ياخد قلبها فعلا ومش عارف اي حاسة كده ليه اصلا فنروح لشين اللي بيروح لبيت جيون وكيم بتستغرر بين اللعب المشهور حضر لهم اصلا وبتكون مبسوطة بيه جدا وبيكرر يدخل يساكش في البيت ولا مبسوط بيه جدا وبيتكلم مع اون وكيم اللي مبسطه بيه جدا وهيهم بيجي ماشي بيوقع المشهور بعملابس شين وعشان كاكيم بتكرر انها تساعده وبيتجيب لي ملابس تانية لغات نتخسي الملابس دي وبيفرح جدا بيها بما انه خاص باب جيون وبيروح يعمل دا وبيكون وصل مغير معاد مع جيون عشان يفاجئها وبيوجب بالطعام خاص بكم فنروح لسان اللي بتعمل الطعام لجون كالعادة وبيتبدأ تدوق وبتشوف اي مناسب لغات ما بتخلص كل مقونات اللي موجودة فبتروح لجون اللي بيكون فايق وبتدلو كحول واللي بتكون شايفة في نعليج اطالي وفرحانة بي جدا وعاوز ان يشربوا وبتزع لما بيرفض وبيكرر يشربوا لما بتقول ان الجيون هي لقلت يشربوا وفجأة هي بيغم عليها عشان بتكون سكر جدا وحارفين الشكل هو اللي بيتم بيها مش هي اللي تتم بيه فنروح للجيون اللي بتكون ماشية ويه حزينة وبيجيلها الراجل دا واللي بيروح وبيشوف انها حزينة ومش كويسة خالص رغم انها دكتورة بس مش عارف اللي تعيبها وبيعرف ان علاج القلب المجروح مش هيفيد ويفضل موجود وهيروح مع الوقت بالصبط وبيأثر فيها فنروح لسان اللي بتكون نايمة ويجيون بيروح يفوقها وعاوز انها تفوق شوية وبيدهل عليك دا ويتكون تعبانة وشايفة في النابئة بتزكر ويتشوف ان الحم اللي عنده روحت شوية وبتفرح بالاختراع بتاعها دا وبتتكلم عنها مفتقدة بوها جدا وعايز تلاقيه وبيكرر يساعدها وبيعود بعض البداء اصلا ويتكون وحشتها جيون ويتكرر انها تقوم يا سكرانا وعشان كان بيكرر يروح معها فنروح لشان اللي بتكلم مع يون ويكون عاوز يعرف هو صاحب خالته ليه جيون ولا لا وبيشوف منه الحاجات اللي بتحبها جيون وفجأة بيشوف مذاكرات جيون وبيتصدم كتير ومن هنا جيون بتروح وبتشوف ان شان متفاعل مع كمه يون جدا وبتتغرب بس انا بتدخل وبتتغرب انهم بيلعبوا مع بعض وبتكرر في انها تخرجوا فنروح لسان اللي جيون بيساعدة تتخلص من السكر اللي فيه دا وبيكرر ان يشيلها ويمشي بيها عشان يروحها احسن وعاوزها تنام لغاية ما يوصله ومش عارف يا لاب ببصوله كده ويتكون حالي متبيوي نايمة جدا فالشان بيكون بيتكلم عن عائلتها ويا مش عارف ازاي ييجي بما انها مش بترد عليه ومش عارف تتكلم على اللي حصل علشان دا مش غار مشاعرها فبيعترف بيأجابوا بيها علشان يا مش حب جيون الاول وعشان كان بتكون بترفضه علشان يا مش اميمها اي مشاعر منه ليها ومش عايزة يعمل دا علشان ازاي اخدحها ان سان مش حبه جيون الاول وعشان كاي بتأسف ليها علشان دا مش يغير حاجة حاليا ومش عايزة تفكر في جيون علشان يا مش حبه الاول وان هي مسيل الدا اما حبه الحقيقي هي سان وانه كل مرة بتبعده عنها كان بيقرب منها اكتر وده غصبا عنه بسبب مشاعره بس بتضع الرفضاء ومش عايزة يقرب منها وبتجي تمشي بيوقفها وده على وصول جيون الهناك وبيشوف دا وبيحزن وهو بتكرر تسيب شين وبتروح تتمي بسان وجيون بيتدايق علشان هو اللي كان تعبان وفكر فيها جدا وشايف في النبوء كويس حاليا وبتاخد سان وبتمشي على طول خصوصا لما بتتخنق مع شين وجيون بيارد عليه لعبه لعبة فسان بتروح تقول اهتمامها بجيون وانها قربت منه وحاسنه باصحاب وخضوا على بعض بسرعة وده بيزعل جيون وبتسرح وتتلاسع كمان وبتفضل تتأسف ليها اللي بيكار يتحدى شين في التنس وشين فخور بنفسه ومش يتغلب عليه بس بيكار يكمل لاب معاه علشان وعلى طول فخور بالأضواء اللي عليه وبيفكره بالله حصل وبيقول عن الحاجة اللي فقده في نار الهان وبيزدم شين وبيكون جيون عاوز واحد منهم وشين بيفضل مصدوم كتير من اللي بيحصل ده وستنتبعت شخص مجهول وعشان كه شين بيفتكر وقت حرق مذاكرات جيون اللي كاتفه كل حاجة هو بيقرر يتخلص مكور ذكراته دي ويمشي بس الشخص ده بيجي ويكون متابعه وبيخل كل مذكرات ده اصلا فبيعد اليوم مع تدربات المنتخب ويسان اللي بتفضل مشطي اشان خالص ويبيروح بيجر سورته ويتخانق مع جون وبيقرر يجر هو خايف فجون بيكون في قسم الشرطة والمحاقق بيشوف ان شين اخذ الافادة اللي وقت في الحادث وشايف ان شين ولا انقاذه وقتها وانا بيكون ماشي وروح بسرعة فجون بتكون بتدور عم ذكرات جون وهيون بيعرفه انه سبع وقت ما كان بيلعب مع شين فجون بيروح عند الجسر وبيحاول يفتكر من الشخص اللي حاول قتله ومش لاقي اي كاميرات وبيدور عشان يوصل اي حاجة فبنروح لشين اللي بيكون قاعد ومرعوب في المعقى ده وانغ بيكون محضر عشان يمسكه الشخص ده اللي بيرن عليه فجون بيشوفوا تسجيل اللي حصل يومها وبيكلم بانغ وبيعرفوا ان شين ماشي وفي مشاكل بسببه وانه قنهة الطرد لهو الطرد برضه وبيسمع التسجيل وفجأة الشخص ده بيروح لشين وبيروح يجري منه وبيفضل شين يجري وراف فترة كبيرة لغاية ما بيتخبط وبيروح وعاوز يلاقي الشخص ده بس مش بيعرف والكل بيكون مصدوم الحقيقة ده والجزء بيخلاص لنا فترى من الشخص ده ده انعرفه جزء الجاي تابعونا فمن تنسوش اللايك والاشتراك في القناة تفعيل الجرس حلوين علشان يوصلك الجزء الجاي سلام